بعيدا عن عدسات الإعلام ثم تم معاناة يعيشها عشرات الآلاف من ضحايا الحرب والنزوح القسري عبس واحدة من أكبر مناطق شمال تهامة غربي محافظة حجة فيها وفي جاراتها حرض وميدي عشرات التجمعات لنازحين شردتهم الحرب عن منازلهم إلا أنهم أصبحوا كمن يستنجد من الرمضاء بالنار مخيم الخديش في عبس أنموذج لحالة المعاناة التي يعيشها النازحون إذ يعاني أكثر من عشرين ألف نازح الحرمان من حق الحصول على المياه معانا أطفال معانا مراضة معانا التحبانين في البيوت الله داروا ألم بحالتنا إن شاء مويا إن شاء كل شيء كل شيء من عدم يخلق على المياه إننا من الماء كل شيء ينحي حالة من الغضب نتجت عن حرمان متعمد بسبب شجار حصل بين بعض النازحين وممثل إحدى المنظمات المتكفلة بتوفير المياه لهذا المخيم يعني أكثرفان الذي وقفت علينا المياه نحاسرنا لنا حوالي خمسة أيام أو ستة أيام من الماء يعني نحاسرنا أكثرفان كامل من الماء حتى الوضع إنجيل توضع نتعبر حرمان الناس من المياه بسبب خلاف شخصي مؤشر يتناقض مع ما تقتضيه الأخلاق وتوجبه الإنسانية وعلى ذلك يمكن قياس تصرفات بعض المنظمات التي تعمل خارج سياق الرقابة منظمة أطباء بلا حدود من جهتها قالت إن عدد النازحين بسبب الحرب في هذه المنطقة وحدها وصل إلى مئة ألف إنسان منذ مطلع العام الجاري وقالت إن الحاجة ماسة لتوفير الماء والغذاء والمأوى وكذلك الخدمات الطبية للنازحين وهي احتياجات إنسانية أساسية بدونها تسوء معيشة الناس ترجمة نانسي قنقر